تم الاتفاق أنه حيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة سيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وحيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامة اللي بيستخدم في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبو زابي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حسة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار فبالتالي احنا بنتكلم على تنمية متكملة في كل المجالات وإن شاء الله تكون هذه المدينة بنتكلم بنستهدف أنها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقلب الأحوال عن 8 مليون سائح إضافي حيجو المصر إن شاء الله مع اجتمال هذه المدينة العملاقة نيجي للأهم ويمكن دل دايما كل يعني أنا عارف مطار اهتمام كل الزملاء الاتفاق المالي ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة الصفقة زي ما قلت لحضراتكم حتى تضمن شقيا شق جزء مالي يسدد كمقدم وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون الدولة المصرية حصة من أرباحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة